بسم الله الرحمن الرحيم السؤال التاسع جون الفين واثناشر بيقول لي الراجل هنا بيسأل على الكرنت ان ايتش لامب طبعا هو بما انه قال لي هنا ان هي ان سيرس يبال كرنت كله حاجة واحدة تمام فانا هقوله بكل بساطة ان اييكوز في اوفر ار تمام الفولتج هنا 1240 ده بتعلومات كلها تمام الريزيستنس بتاع الاربعين لمبه هو 80 فاربعين يبقى الريزيستنس هنا بكام بثلتمائة وعشرين لو اسمنا المثلين الاربعين على التلتمائة وعشرين هيطلع لي 0.75 أمبير تمام يبقى هنا 0.75 أمبير خلاص طبعا أنا مدام خدت total voltage يبقى أخذ total resistance the power dissipated in each lamp هي بكل بساطة الpower والpower أقدر أجيبها بI square R أنا معايق الI والV والR أنا عايز تعلم جيبها مثلا بI square R الI square اللي هي 0.75 square times ما أنا خدت الكرنت الكرنت اللي في لمبة واحدة تمام أنا عايز الpower بتاع لمبة واحدة يبقى هجيب الكرنت اللي في لمبة واحدة هو هو طبعا الكرنت اللي في كله لاني ده를 series والresistance بتاعتي هتكون الكرنت بتاع كله بس ده لانه series هو برضو الكرنت بتاع لمبة واحدة هجيب الpower بتاعي هيطلع 4.5 وقت على فكرة أقدر أجيبها برول تاني أنا ممكن أجيبها power equals IV تمام طيب power لمبة واحدة يبقى أنا عايز current لمبة واحدة وvoltage لمبة واحدة current لمبة واحدة بـ 0.75 لأن current في السيرس هو هو total هو واحدة فيهم تعالوا نجيب الفولتج هل أقدر أخذ الفولتج بتاعي بـ 240 الحقيقة لا أقدرش ليه ليه أنا عايز voltage لمبة واحدة في السيرس الفولتج بيتوزع يبقى الفولتج بتاعي هيبقى الحقيقة 240 على الـ 40 لمبة اللي هو 6 الكلام ده برضو هيطلع 4.5 وات تمام ده السؤال رقم A